اشتركوا في القناة يتسبب ارتداء الاحديدات الكعب العالي في انحناء المرأة الى الامام بسبب وضعات قدمها المائلة ويؤثر هذا الامر على العمود الفقري والقدمين والساقين والرقبة والحل هو ارتداء هذه الاحديد لفر قصيرة وخلال الوقات التي يجب ارتدائها فقط لا يقتصر ضرر التدخين على تهديد سلامة القلب والاوية الدموية فحسب بل يؤثر ايضا على العمود الفقري اذ يمكن ان يتسبب في تأكل الاقراص الفقرية او ما يعرف بالغذاريفة وفي الحقيقة يؤثر التدخين على تدافق الذام والسائل لنفاوي في الغذاريفة مما يؤدي الى جفاف ونقص العناصر الغدائية الاساسية وكلما طالت فترة التدخين زادت الحالة سوآنا الاستخدام المفرط للهاتف الجوال يؤثر بظوره على سلامة العمود الفقري ويؤدي الانحنى امام الشاشة لفترة طويلة الى زيادة الحمل على الجزء العلوي من الظار وقد يؤدي لحيقا الى انزلاق الغذاريف اذا كان عملوك يتطلب الجلوس على المكتب لمدة طويلة عليك القيام ببعض الخطوات للحفاظ على السلامة العمود الفقري اولا يجب ان تأخذ فترة راحة قصيرة كل ساعة وتقوم ببعض الحركات ثانيا يجب ممارسة بعض التمارين لتجنب الام الظار والرقبة تساعد حقيبة الدار في بقاء اليد حرة ولذلك يلجأ لاستخدامها الكثير من الاشخاص كما ان مركات الاكسسوارات تقدم تصاميم جذابة لهذه الحقائب مما يجعلها محطة انظار لكثير من النساء الشغوفات بعالم موضع ولكن عندما تكون حقيبة الدار تقيلة وممتلئة بالكثير من الاغراض فهذا يعني حمل اضافي على الدار وضغط على الفقرات ومع الوقت سيؤدي الى مشكلة صحية بالعمود الفقري ولهذا يجب التأكد من ان الاغراض التي تضعى في حقيبة الدار ذات اهمية وليست مجرد كمليات لن تحتاج اليها كلما تقدم الانسان في العمر وقلت حركته ونشاطه يصعب عليه الحفاظ على استقامة الظهر بشكل عام تزداد اهمية استقامة العمود الفقري عند التقدم في السن لذلك من الضروري بعد تجاوز سن الثلاثين المواضبة على تمرين شذ الظهر وتقويمه لا الشك في ان الكالسيوم من عناصر ضرورية لصحة العظام خاصة بعد السيل الخمسة والاربعين عاما ويعتبر الحلي من الاطعمة الغنية بالكالسيوم وعدم تناوله يزيد من خطر الاصابة بها شاشة العظام مع التقدم في السن وبالتالي يؤثر على السلامة العمود الفقري تعتبر القهوة من المشروبات المفيدة صحيا لكن من الدرور للانتباه الى ان الكافين يقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم مما يزيد من خطر الاصابة بمشاكل العظام واذا كنت تشرب كثير من القهوة احرص على تناول كمية كافية من الاطعمة الغنية بالكالسيوم و الى هنا مشاهدين الكرام ينتهي مضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسين متابع و الى لقاء